دروقتي مشاهدين خلينا نروح لموجز لأهم الأنباء مع ليندا ليندا أهلا بكي مورة تاني أهلا بك يا جمانة الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الرئيس السيسي على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية بصورة دورية وتوجيهاته المستمرة في هذا الصدد وخلال اجتماعه لبحث الموضوعات التي تهم قطع السياحة بحضور مجموعة من المستثمرين وذلك على هامش زيارته للشرم الشيخ لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية أكد مدبولي أن الدولة لم تتوانى عن تذليل كافة العقبات لتهيئة البيئة الجاذبة للسياحة من أجل العمل على زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر والسعي للتغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا يستتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أعمال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الفترة من 11 إلى 14 من يونيو الحالي بشار بن شيخ ويشارك في المؤتمر وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار التكامل من أجل النمو حيث سيبحث المشاركون في المنتدى سبل التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الإفريقية لتهيئة دول القارة كوجهات مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر قادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبعية الهائلة وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد الجوية المصرية وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة واجتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التي تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية واشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث طرازات للمقاتلات متعددة المهام لكل الجانبين عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق ومتقدم أكد وزير الخارجية سامح شكري الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاثة وخلال اتصال هاتفه تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش شدد شكري على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التواصل للاتفاق المنشود استقبل وزير القوى العاملة محمد سعفان وفدا من أعضاء مجلسي نواب والشيوخ عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة عدد من الملفات التي تدور حول العمل والعامل المصري وتهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة وشهد اللقاء مناقشة ملف العمالة غير المنتظمة وكيفية إدارة الدولة له خلال الفترة الأخيرة وقدم سعفان درع الوزارة للتنسقية إيمانا بدورها ودور أعضائها ونوابها في المجتمع وحضر اللقاء النائبة نشو الشريف عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والنواب أكمل نجاتي ومحمد عزمي ونها زكي ورجي الفئي وعلاء مصطفى أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسقية وأحمد مشعل ومؤمن سيد ومهى سليمان أعضاء التنسقية أعلنت وزارة الصحة خروج 653 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 199285 حالة وفي بيان الوزارة اليومي أعلنت تسجيل 755 حالة إيجابية جديدة و39 حالة وفاة دقت كاتدرائية واشنطن الوطنية أجرسها 600 مرة بمعدل دقة لكل ألف أمريكي توفوا بسبب جائحة فيروس كورونا هذا وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالية وفاية كوفيد-19 في الولايات المتحدة وصل إلى 596059 حالة بعد مرور 15 شهرا على بدء الجائحة وكانت المرة الأخيرة التي دقت فيها الكاتدرائية الوطنية أجرسها من أجل ضحايا كورونا في الخامس عشر من ديسمبر عندما ارتفع عدد الوفيات إلى 300 ألف حالة نهاية المنجزة الثامنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر